اشتركوا في القناة المادة الاولى يستبدل بنص المادة الثالثة من الامر الملكي رقم 17 لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين اعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان النص الاتي تشكل لجنة لاختيار اعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي وعضوية عدد كاف من الخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان ويجوز ان يكون من بينهم عضوا او اكثر من اعضاء مجلس المفوضين السابقين ويصدر قرار من وزير الديوان الملكي بتعين اعضاء اللجنة ويختار الرئيس احدهم مقررا للجنة المادة الثانية تضاف الى الامر الملكي رقم 17 لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعين اعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مادة جديدة برقم المادة الثالثة مكررا نصها الاتي تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين على ان يتضمن الاعلان الشروط الواجب توفرها في العضو المتفرق والعضو غير المتفرق وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح وفحصها وتصنيفها واجراء المقابلات والمشاورات اللازمة للقيام بمهامها تمهيدا لعدد قائمة باسماء المرشحين